ليه في المجال الرياضي؟ إنما درج الصناعة والصناعة دلوقتي الرياضة بقت صناعة فإزاي يقدر يجمع بين الصناعة وبين الرياضة وده اللي هنعرفه من مهانس فرج عامل هل الصناعة خدتك بالرياضة فترة من الفترات؟ لا طب إزاي أنت جبت لوقتي ده كله منها؟ أه والله دي عملية زي ما حالك بتقول عملية شقة الرغبة الرغبة أن أنت حضرتك يعني بتعمل كل الحمد لله أنا أي حاجة بعملها بحبها المعادلة دي كنت بتعملها إزاي؟ على حساب وقتي بس أنا كمان بوازن مع الأسرة دي خليه على جنب دي يعني على حساب وقتي إن أنا بعدتني عن حاجات كتيرة جدا يمكن بعدتني عن مناسبات اجتماعية كتيرة جدا يعني حضرتك ما تلاقينيش إلا يا في البيت أنت بيتي أوي أو أسري طبعا يا في البيت يا في المصنع يا في النادي يا في النادي يا في البرج العربي يا في النادي في عياتي تبدأ الصبح أروح البرج العرب أرجع من برج العرب على البيت من البيت على نادي سموحة من نادي سموحة بعد كده على البيت فطبعا أنت شايفها إنها إشباع لرغبتك في كل حاجة إن أنت نرح ما شاء الله كده لا أنا ببص إن أنا علي حاجات لازم أعملها امتزامات يعني مثلا أنا أسرتي لازم أعمل أقصى ما أستطيع لأسرتي طبعا طبعا ولازم أعمل ما أقصى ما أستطيع لعملي والعمل صعب جدا ومرنا طبعا بمراحل حكاية بقى 2011 في برج العرب والكلام طبعا الانفلات الأمني والأمور الوحشة أوي 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 دي كانت صعبة جدا مرة تعليك إزاي يا أسوأ حاجة في الدنيا يعني تعرضنا إلى أبشع حاجات في الدنيا هل الصناعة دلوقتي واخدك أكتر من أنت الرياضة أسسته وعملته وبنيته وعملته المنظر العام اللي معاك البلان إنما بالنسبة مفيش حاجة على حساب حاجة مفيش حاجة على حساب حاجة طبعا دلوقتي الصناعة محتاجة المجهود أكتر طبعا ومحتاجة الفكر أكتر ودلوقتي معايا أنا عندي ثلاث بنات ولد ما شاء الله ربنا يا ففي واحدة من بناتي متفرغة معايا بتشتغل معايا طبعا وزوجتي طبعا أصلا في العمل من زمان قوي بس دي في المكتب في الإدارة لكن مش هما دولا عندنا طبعا أعداد ضخمة جدا من الناس المديرين الأكفاء الشطرين كذا لكن التركيز حضرتك طبعا انت حطت الأساس في الصناعة وفي النادي وفي كل حالة لا 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 ما ببعتش لا لأن بوعدي لما كنت كمان في السياسة وبعدت عن الصناعة وأحداث يناير طبعا كلفتني تكلفة كبيرة قوي 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 لأن خراب على مصر آه طبعا الأحداث الكارثية دي طبعا السيئة جدا اللي مرنا بيها أصرت عليها جدا ربنا ما يجيبها تاني وما يعدها تاني طبعا طبعا يعني الواحد كل يوم ببوس إيدي والشوضاء يكفي ان احنا بنشعر بالأمن يكفي ان في دولة ان في أمان في سلام في قانون لكن احنا عشنا كذا سنة لقانون لبوليس لأمن لأي حاجة هل انت حسيت في الفترة دي ان مصر بيتضيع مننا؟ ضاعت ضاعت؟ كذلك اللي في أفرلستان كانت ألعن منها كانت برج العرب دي ألعن منها كانت حضرتك مدافع على عربياته الصناء اللي بتلف في المدينة يا ساتر قصما بالله وتسرقنا وتنهابنا واللي عايز ياخد خط انتاجه يمشي بيه اللي عايز ياخد مغزن ترلات تسرق بس ما هاتش قدر تصدى ومستثمرين تقتلوا ومستثمرين ابنهم ترموا في حديقة في صفقة زبالة وكاتل الناس ما بتقدرش تروح المصانحها واضرابات كل بس كل الضمار اللي ربنا ما يحكم بيه على أي حد في الدنيا أنا ليه راية بتقولي الكلام ده وأنا بقوله أستاذ المشاهدين عشان ربنا أنعم علينا دلوقتي نبوس إدنا وش وضغر بالنعمة اللي احنا فيها ربنا ما بيجي مروح بالليل كنت بقى قد أبو جر عرب موضة طويلة جدا كنت ماجي مروح كنت أبص على كشك المرور أمنا إيش عسكري كنت أكتائب عارف أكتائب يعني إيه أكتائب يا حاولينا يا رب انت عارف ستك إحنا كنا عميزة فيه فيلم في أمريكا مرة عملوه إنه لما البوليس وقف وده وقف والناس من على البعض عالله بقى ما فيش حاكم وشوفنا بقى أشكال وأنماط وحاجات غريبة مش ممكن لغة السلاح مصر اخترقت بقى ساعتها من ليبيا ومن هنا الله لا يعدها وأنا بشفق على الدول العربية والله بشفق وبشفق على السودان بشفق على الكلام اللي بيحصل فيها الكلام دي ربنا بيحكم علينا يا رب وربنا يدمع علينا نعمة اللهم أمين طب نرجع بقى الموضوعنا تاني أنت لما دخلت في الصناعة أسست المصانع بتاعتك ما شاء الله يعني تاتش وده وحنا بنحسيتش المصانع بتاعتك دي وبقت مركة بسم الله ما شاء الله مسجلة سواء في مصر أو خارج مصر وبقت يعني من الحاجات اللي معروفة أوه إزاي مارست الصناعة مع الرياضة في الوقت ده والله طبعا التعليم ساعدني التعليم وزي ما قلت في ساتك الرغبة أن أنا أكون كويسا ما تخرجت ما كنت الأهداسة وحاربت أنا الثلاثة وسبعين كنت في الجيش في الجيش وحاربت في البحرية وبعد كده طلعت رحت إنجلترا عشان أدرس ماجستير وماجستير ودكتورها وكده أنا ما كملتش عاد سنتين درست كل العملي فكنت بروح مصانع تحت التدريب كنت رحت إدنبرى يونيفيرستي فكنت بروح أربعة أيام في مصانع ويومين في الجامعة فكنت باتمرن في بلد اسماء جريميسبي وكنت باتمرن في هال وكنت باتمرن في حتة اسماء سبرينج وكده فابتدت عليها تتفتح قوي على الصناعة فما بدأتش بالصناعة بدأت بالتجارة بالتجارة تبتجر في في الأول في معدات الحليب مكينات الحليب كنت بجيبها لمصر شركة كان اسمها وستفاليا من ألمانيا دولة مش موجودة وبعدين والأول كمان كنت وسيط بين الباع والشاري لأننا لما كنت بقى مرن في المصانع وبروح حين وبروح حين وبروح حين ابتدت تبقى عندي أفكار وابتدى يبقى عندي علاقات بقيت أشوف حاجات مش موجودة في مصر واخد بالك فابتديت إن أنا أحاول أنقل الكلام ده لمصر فابتديت أكون أنا وسيط واخد بسيادتك بين باع وشاري فدي أجمل شغلانة في الدنيا ويا ريتا دامت لأن أنت مفيش مخاطرة بس أهم حاجة الثقة لو الناس وثقت فيك تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا أكيد فأنا بدأت بذلك أول بداياتي كانت إن أنا أكون وسيط بين الباع والشاري وعملت نجاحات كبيرة جدا 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 بعد كده بقيت انتقلت إلى تجارة اللحوم وبقيت أكبر مستورد لحوم في الشرق الأوسط الشرق الأوسط بالكامل يعني كنت أكاد أكون أنا محتكر لهذا العمل واخد بس ينتك طب ليه في اسكندرية بالذات أكبر المستوردين للحوم من اسكندرية بالذات اللي بدأ استراد اللحوم اللحوم المجمدة تيجي مصر أول اعتماد مستندي اتفتح سنة 74 في المصرف العربي الدولي باسم أدريا اسماعيل علي أمي أمي كانوا بيستوردوا كبدة ما يستوردوش لحمة أنا أول واحد أول واحد جبت 150 طن لحوم من الأرجنتين سنة 1974 كانت الناس كلها بتتحك أمي وفضلت أكبر أكبر كنت وكيل أكبر شركات اللحوم في العالم ده ما كانش رزق لما أول مرة بتستورد الحجم أول مرة ما فكرتش كده ما فكرتش في الكلام ده لكن طبعا قابلتني صعوبات جمدة جدا وقابلتني حاجات لأن كنت ولد صغير جدا فكنت شاطر جدا لكن كنت غير منظم فقابلتني صعوبات طبعا صعوبات جمدة بس فضلتك أكبر لغاية لما بقيت الممثل بتاع أكبر شركتين في العالم متضططين في اللحوم كنت بستورد ثمانية سبعة وتمانين ألف طن لحوم في السنة ما شاء الله خدت بستورد بعدين بعد كده حسيت إن التجارة دي ما كانش هي اللي بترضيني خدت بستك بواحد كنت أحد مرة فواحد بيقولك ده في حتة اسمها برج العرب بيبيعوا فيها أرض بـ 11 جنيه المتر على ثلاث سنين ولا مش عارف إيه وبتاع تاني يوم روحت خدت خمسة ألاف متر عملت أول تلاجة في مدينة برج العرب جدا أنا أول واحد رحت أنا وواحد اسمه بده ومياس أول